فيلم Resort to Love من اخراج ستيفن سوتي ده بيحكي في المنا عن إيريكا المطربة الشابة اللي جات لها فرصة عمرها بعد ما اختارها المطرب المشهور كيري عشان تغني معايد ويته في ألبومه الجديد وبتجهز إيريكا في بيتها بكل حماس عشان تروح حفلة إصدار الألبوم ومعظم القنوات مستنية لحدث ده لكن من توطرها الفستان بيتقطع فبتتنعها صاحبتها أمبر انها تقص فستان فرحة وتركبه على الفستان المقطوع وقالت لها ان جيسون خلاص استحالة يرجع لك وبتوافق إيريكا وفي الحفلة بتتسدم إيريكا ان المطرب كيري قرر ما يصدرش الألبوم عشان حد تصرب أغنية منه وكسر اللاب توب قدام كل الناس وتكسر قلب إيريكا زي اللاب وكانت منهارة ملعيات سمعت صوت جيتار وحد بيغني قامت وقالت لهم بلاش الأغنية دي عشان دي بتاعت خطوبتي على جيسون اللي سبني قبل الفرح بشهر عشان شغله في تشارلستون وفردلت إيريكا مكتئبة لحد ما قالت لها أمبر مش عايزة تفسحي جزيرة في مدغشكر بتطل على المحيط الأزرق وطبيعة خلابة هتغني في فندق خمس نجوم وتغيري جوه وترجعي قالت لها إيريكا يعني أنا ضيعت جواستي وضيعت عمري في الغنى وفي الآخر أغني في فنادق ولكن وفقت إيريكا بعد ما أقنعتها أمبر إن دي مغامرة جديدة أحسن من الاستسلام وهناك بتقابل جيمس بيسوق بها في الجزيرة وبيقولها إنه تقريبا بيشتغل كل حاجة في الفندق عشان يصرف على مراته اللي حبها وساب نيويورك عشانها وكمان بيشتغل جيتاريست في الفرقة وصلت الفندق وتعرفت على المديرة الشديدة كلير اللي فضلت تقولها على قواعد الفندق واللي ما ينفعش تخالفها وبتبدأ إيريكا شغلها وبتغني في فرح لكن أول ما شافت الإيرسان فضلت تعيط وهي بتغني وكل اللي في القاعة مستغربين قالت لها كلير الناس هنا جايين علشان يفرحوا ويزقططوا مش عشان تنكدي عليهم وحاولت إيريكا مع جيمس إنها تغني أغنية مفرحة وتبسط كل الموجودين والفرقة وكلير وتأقلمت إيريكا على الوضع وحبت الجزيرة قوي وبقت تخلص شغل وتطلع على البحر تتبسط وتستجم لحد ما في يوم سمعت حد في البحر بيغرق جريت عليه عشان تنكزه لكن هو شدها لتحت عشان بيدور على الكاميرا بتاعته في المية وبيظهر حد ضخم شالوا هو وإيريكا وطلعهم وإدى الراجل للكاميرا كمان حضنوا الراجل عشان يشكروا وأعجبت بي إيريكا عشان شجعته ووسمته وهو كمان أعجب بيها وبشجعتها وتعرفوا على بعض اسمه كالب كان في الكوات الخاصة في الجيش الأمريكي لكن سابوا وعرفته بنفسها وعزمها على مشروب بس قالت له عندي شغلي للأسف وهي رجع قبل الجيمس وحكيت له على ما حصل ففرح لها بس قالت له واشرب معا ليه ماهو كده كده هيسيبني زي غيره وجوه الفندق بيتقابله تاني صدفة وبيهزره سوا وبيقول لها إنه هنا علشان فرح أخوه بتبص إيريكا بتلاقي إن أخوه هو جيسون حبيبها الأولاني بتحاول تستخبه بس للأسف صاحبه كريستين بيشوفها وكمان جيسون بيشوفها وبيتوتر بتقوم بيفرلي خطيب جيسون واختها مايجي وبتعرفوا بإيريكا وبيعرفوا إنها صاحب جيسون من نيويورك بيهضن جيسون إيريكا وبيترجاها ما تقولش حاجة عن علاقتهم وبتعرف إيريكا إنه ارتبط ببيفرلي من سنة قبل ما يسافر تشارل ستون يعني وهم مع بعض بتمشي بيفرلي وبيتعاتب جيسون وإيريكا يعني انت سبتني عشانها فبيقول لها أنت أصلا ما كنتيش فضيالي كان كل حياتك الغنى وأنا لما جالي الشغل ده ما كنتش مرتبط بيكي قالت له يعني تقوم تختفي فجأة كده وتسافر صح؟ قال لها بصي مش هنتعاتب على اللي فات ياريتنا تجنب بعض وما تقوليش حاجة لبيفرلي وبيحكي جيسون لكريستيان وكالب عن الوضع السخيف ده وبيقول له كالب لازم تكون صادق مع بيفرلي وتقول لها قال له انت عامل فيها كابتن أمريكا الدنيا هنا مش زي الميدان أنا كده ممكن أخسر اللي اتنين بتحاول إيريكا تتجنب جيسون وبيفرلي لكن قدرها خلاها تقابلها صدفة وعزمتها على رحلة لجسر الجبل حاولت تعتذر بس كليل البديرة أكبرتها تروح بتقعد إيريكا معاهم كلهم وبتحكي عن الغنى والقلب وماللباز وخطبها الأولاني وانه أسبها قبل الفرح بشهر فسألتها بيفرلي عن السبب قالت لها عشان جاله شغله وهيسافر وانا رفضت أسافر عشان الغنى قالت لها لو كان بيحبك كان هيحب اللي بتحبيه وسألتها بيفرلي إذا كانت لسه بتحب خطبها ده فجه جيمس وقال لهم يلا بينا على الجبل وفي الطريق سألها كيليب أنت ما جاوبتيش على السؤال أنت لسه شايفة جيسون حب حياتك فقالت له إحنا قعدنا أربع سنين ونص مع بعض استحال المشاعر دي تختفي فجأة وعلى الجسر بيقعدوا كلهم بشجاعة وبيتبستوا إلا جيسون بيقف النص خايف بيشوفه أخوه وبيفكر يروح له علشان ما يحصلش زي حادثة مخيم بولاسكي لأن جيسون بيخاف المرتفعات لكن إيركا بتكون الآرب بترجع تاخده وبتقوله سكفية وبيروح معاها بتحضنه بيفرلي لكن بيفضل باصس لإيركا بشكر بيفكر جيسون مع كريستيان أنه ممكن يكون كان غلطان النسبها ومتردد في جواسته من بيفرلي وفي حفلة وداع العزوبية انفصل الشباب عن البنات وبيقول جيسون لكيليب أنت طبعا قلشت علي أني خفت فوق الكبري مش كده؟ يعني مش كفاية أنك ضابط الجيش اللي ما حصلش لا كمان عاوز تاخد الأضواء كلها ليك فقال له أنت أخويا الصغية العبكري وأنا ما قلشتش عليك أبدا وهدى كريستيان ما بينهم أما البنات فغنت بيفرلي كاريوكي وغنت إيركا أغنية حزينة بيبعث جيسون رسالة لإيركا بيقول لها عاوز أشوفك في الجنينة لازم نتكلم ولما طلعت له قال لها أنا ما سبتكيش علشان الشغل أنا سبتك عشان كان حبك للغنى أكبر من حبك ليا حسيت أنك مش محتجاني أصلا أنا آسف أني أزيتك وقالت له أنا أسفة أني خليتك تحس الإحساس ده بتحكي بيفرلي لإيركا أنها بتحلم ببيت جميل وأطفالها يلعبوا في الجنينة مع ولاد الجيران وجيسون يكون بيطبخ وريحة طبيخ ومالية البيت وبتوصلها إيركا لحد قدتها وبتقول لها بيفرلي أنها مبسوطة أنها عرفتها وأنهم أكيد هيكونوا أصدقاء بيبعى جيسون رسالة لإيركا وبيقول لها يتقابلوا لكن كالب بيجي يكلم إيركا وبيقول لها تتمشى معاه وبيشوفهم جيسون من بعيد بيفضلوا إيركا وكالب على الشاطئ لحد الصبح وبتشوف أصابة في رجله فبيقول لها دي السبب أنه سابل حراسات الخاصة وأنه الأول مرة في حياته ما عندهش خطة يعملها وأهله فكرينه مخطط لكل حياته فقالت له هي كمان كانت حتى كل توقعاتها في الألبوم لكن ما حصلش بس عرفت أن الموسيقى في دمها وهتفضل تغني لأن دي الموهبة اللي ربنا أدها لها وبتطلع عليهم الشمس في منظر جميل وبيمشوا بتظهر نعومي مامي جيسون وبتضايق بيفرلي ببصتها وكمان بتقوم تقول أنا بخسر ابني النهاردة بسبب إغواء وحدة لي فبتتحرك بيفرلي لكن بيقول كالب أنه ما يعرفش في العلاقات بس يعرف أن الحب التزام ودعا لهم ربنا يوفقهم في حياتهم بيبعد جيسون لإيركا أنه يقابلها في قدتها وبيجي يخرج بيلاقي بيفرلي جياله الأوضة وبتقوله أنها متوترة بسبب مامته جدا ما كانتش تعرف أنها صعبة أوي كده وهو كمان قال لها أنه متوتر جدا بيخبط كالب على إيركا واتفجأت قال لها كنت فكراني مين ودخل شرب معاها مشروب وقال لها أنه بيرائب جيسون عشان يطمن عليه عشان هو متردد في قرار الجواز قالت له متردد ليه قال لها مش عارف وطلب منها يفضل معاها طول الليل ووفقت وفرجها على فيلم ساموراي وقالت له أنت ليه بتحب الأفلام دي قال لها علشان فيها أخلاق وشرف واتبسطت إيركا بالفيلم وناموا وهم بيتحكوا الصبح جيه جيسون يخبط على إيركا واتفاجئ بأخوه جوا فغضب وقال له أنت بتعمل إيه هنا قال له ما حصلش حاجة احنا بس كنا بنتفرج على فيلم ونبنى لكن جيسون ما صدقهمش ومشي جريت إيركا وراه لكن كالب قال لها إيركا لازم تكوني مع حد متأكد أنك الاختيار الوحيد الصح ليه لكن برضو جريت إيركا عليه ونادهت على جيسون وقالت له أنت غيران بجد ولا أنت متردد ولا إيه حكايتك قال لها إيركا أنا كنت جايلك عشان أقولك أني بحب بيفرلي لكن لما شفتوا عندك معرفش إلا حصل لي أنا بوزت كل حاجة معاكي وخايفة بوز كل حاجة معاها هي كمان قالت له إيركا لو ما كنتش أنت اللي لغيت فرحنا كنت هلغي أنا فاستغربوا قال لها أم الحب كليا دلوقتي ده اسمه إيه قالت له حنين إحساس بالزنب يمكن صدمة أو كلهم مع بعض يلا يا جيسون علشان نجوزك قال لها أنا حاسس زي ما نكون على الجسر وانت بتعديني فقالت له سك فيا شافتهم مامته من بعيد وقالت إيه اللي جاب حبيبته الأولانية هنا ده أنا هكسرها وقتها سمعتها بيفرلي واتصدمت وسألتها حبيبته من إمتى قالت لها من سنة وزعتها فهمت بيفرلي كل حاجة وجريت ماجي على إيركا عشان تضربها وقالت لها يا كذابة يا نصابة جريت إيركا على العربية جيمس وركبت بتبص صوراها في العربية ولقيت بيفرلي وقال لها جيمس أنها لغت الفرح وقال بيفرلي جيمس نزلها هنا وانا هدي لك فلوس وقالت له إيركا لأ لأ اوعى توقف وخليك ماشي أرجوك بيحطر ما بينهم جيمس فبينزل هو من العربية بتحاول تهدي إيركا بيفرلي وبتقول لها أنا وجيسون خبينا عليك علشان ما تسبيهوش قالت لها وانا أصدقك ليه قالت لها جيسون بيحبك وانتي بتحبيه ما تستسلميش من أول محطة فكرة لما قلت لي عن أحلامك والبيت والأطفال انتي حلمك جيسون لكن أنا حلمي كان الغنى مش جيسون أنا بس اللي كان جوايا اني ما كنتش نهية العلاقة دي قالت لها مصدقكي وهتيجي معايا تنهي العلاقة دي وانتي اللي هتغني في فرحي ولسه بتنزم العربية لقيت ناجي في وشها وفي الفرح قال جيسون لبيفرلي انه قد إيه بيحبها زي ما هي بكل حاجة فيها وجوزهم جيمس والكل كان مبسوط وفي الليل غنت إيركا أغنية الألبوم لبيفرلي وجيسون وكانت فرحانة وكلمت أمبر إيركا وقالت لها كيري رجع والألبوم هيظهر فردت عليها اللي بأحلى مغامرة كلها حب وانطلاق وبكده يكون الفيلم خلص بتنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة